موسيقى ولسا مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمة طبعا في ناس كتير قوي لما بتخس بعد فترة قصيرة بترجع تاني تتخن تاني رغم ان هي بتبقى ماشية على دايت ومواصبع لي وفي ناس تانية بعد لما بتخس بتلاقوا حاجات مش حباها بتظهر او اثار سلبية بتعود عليها زي سقوط شعر وبهتان البشرة او بيحسوا بهبوط او بتعب وخمول الحاجات دي كلها يطارة هل احنا بنعمل حاجات خطأ في الدايت واحنا ما نعرفهاش وده طبعا اللي هنعرفه مع حضراتكم مع دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذية العلاجية اهلا بيك يا دكتور مساء الفل اهلا صباح في رضيك ازاي حضرتك عايزة ديلك دعوة ممكن اتفضل يا ريت يا رب السنة الجاية كده تكوني بتستعد لقوف على العرفات امين يا رب احنا وكل سامعين وحضرتك معانا امين والله تسلم يا دكتور والله الله يخليك يا رب بس يخليني الاول قبل ما اجاوب على سؤالك لان سؤال ده في منتهاء الاهمية والسؤال ده بيهم كل المشاهدين عارفة المطبخ دايما في البيت انا باعتبره زي قط المعمل اللي عندنا في الكلية صحيح ايه اللي بيحصل كنا بنروح المعمل يقولك حط المادة دي على المادة دي عشان تديك مادة تالتة يبقى ايزا هنا التفاعل صح صحيح حيك بتعمل ايه حيك بتبتدي الحلقة بتقول المادير وبعد كده بتحط المادير دي على بعضيها عشان تديك حاجة في الاخر صحيح اكلك كلنا بنحبها بس طبعا بالاضافة ان حاجة متخصصة فبتدي اكلة صحية ربنا يخليك يا رب احنا بقى قررنا النهاردة نعمل حاجة مختلفة خلص احنا بقى لحالتين تتا بتكلم كلام نظري بنتكلم على الالياف مظبوط وبنقول الالياف دي فيه الالياف زوابة والالياف غير زوابة والالياف الزوابة لما حاجة بتاخدها بتنفش في معدتك وبتاخدها قبل الاكل بساعة على كوبات مية صحيح طب ايه راح هيك ان احنا نعمل النهاردة تجربة عملية يا سلام ياريت هنجيب النهاردة بستا وهو صورس او مصدر الالياف وهندوبه في كوبات المية بعد اذن حضرتك اتفضل وهنبص اخر الحلقة اللي حصل فيه هل هو تحول لمادة هلمية زي اللي بتحسر في جسم الانسان او لا كويس عشان الكلام النظري يبقى حولناه لكلام عملي وبالتالي يبقى فيه تراصد فيه ثقة ما بيننا وبين السادة المشاهدين او يا دكتور خاصة وان احنا بنتكلم على مستحضر هو مستحضر مسجل في وزارة الصحة موضوع اهم حاجة مش بنتكلم على مستحضر معمول تحت بيرس السلم لا صحيح يعني كل حاجة فيه محسوبة تمام التمام كويس نستطيع التجربة بعد ايضا حليك نفتح الكيس كده او ايوا وعلى فكرة الكيس سهل او فتحه اه هي العلبة دي المفروض كم كيس بقى دكتور دي فيها تلاتين كيس كويس اوي تمام تلاتين اه سهل فتح ليه لان احنا خلي بالك احنا بنقول ان احنا الالياف عموما بنخد قبل الاكل منص ساعة او ساعة صحيح طب انا موجود برا يبقى لما موجود في جيبي يبقى سهل لان افتحه تمام وهنحطين هنا على كوبات المية ايوا تمام كده تمام ونرحض ندوبين بالمعلقة هايك ممكن تخليها قدامك لو حابب يدكتور خلاص كده اه وتتشرب هو بتعمل طفاح طبعا ده اللي بيميزه احنا هنتكلم على موزاته لان هو مصراحة بالامانة كل حاجة فيه محسوبة كويس اوي في الاخر لان احنا من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا على فكرة لما بنيجي مثلا نسي ناخد الالياف ممكن يبقى طعمها مش مستساغ صحيح ان انا اجي باخدها قبل الاكل انا حاسس ان انا مش قادر اخدها يوم او اتنين النهاردة لما تديني حاجة فيها طعم التفاح يبقى سهل قوي ان انا اخدها صحيح وهنرجع بقى كوباية كده ونبص عليها في ايه في اخر الحال نرجع بقى لإيه السؤال بتا حضرتك بص حريك هو فيه النظام الغذائي وفيه حاجة اسمها الثقافة الغذائية الثقافة الغذائية مصطلح اشمل عن اللي هو النظام الغذائي بمعنى اخر ان انا لو ادتك نظام الغذائي وانت ما عندك فش الثقافة الغذائية يبقى النظام الغذائي بتاعك مش هينجح يا احنا هنا عايزين نقول الثقافة الغذائية ان احنا ازاي ينجح معنا النظام الغذائي دكتور اي حد بيعمل نظام غذائي ازاي ينجح مع النظام ده سهل ده حاجة اي ان كان النظام بتاعه سؤال في منتهى الاهمية هنتكلم على حاجات اللازم كلنا نتبعها حاجات دي لو اتبعناها يبقى نظام الغذائي ده بتاعنا هنجح اول حاجة عدد ساعات النوم لا يقل عدد ساعات النوم عن ستة وبنتكلم من ستة لثمانية ومش كده وبس امتى نام لان معروف كويس قوي ان انا لما بنام بادري وبصحة بادري معدلات الحرق بتزيد بالليل وأنا نايم ناس بقى اللي بتصهر وتيجي تاكل معا بتصهر بتجوه بتجوه بتاكل ايه فبتاكل فبتاكل فبتتاري تدخن طبعا يرد اول حاجة عدد ساعات النوم كويس احنا حاطين الميا قدامنا تمام الميا مهمة جدا 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 اشرب قديه ميا او ده السؤال معادلة بسيطة جدا ايه هي ان انا بجيب وزني وبقسمه على تمانية فالرقم اللي بيطلع ده هي عدد كبيات الميا اللي اشربها على مدار يومي كويس يعني سيء مثلا انا وزني تمانين كيلو كويس باعمل ايه بقسم التمانية على تمانية طلع كام عشرة تمام يبقى المفروض دي اشرب عشر كبيات ميا في اليوم على مدار يومي كويس برضو شربه ممتعة فيه حاجة اساسية انا لازم ابتدي بيوم كبات ميا اه ده مهم وقابل الاكل ايوه وهنا قابل الاكل بقى بيست عملت لعب الدور مهم جدا ايه هو ان انا بحطها على كبات ميا فانشربت ميا قابل الاكل وخدت الياف قابل الاكل حلوة من ضمن النجاح النظام الغذائي اللي ماشي عليه ان انا لازم اخد كمية الياف على مدار يومي طبعا حلو مش دايما بناخد لانش كل اكلاتنا فيها نسبة الياف اللي احنا محتاجين ده انا هنتكلم جمان دو احنا داخلين عادي احنا اتفاد من الحال ان انا بنتكلم بحاجة عملية كويس هنقول حاجات الناس بتبقى شايفاها تمام الحضرتك وانت بتعملي وانا داخل هيك عطيت البقدونس ايوه مظهور صح الكلام البقدونس ده لي قصة معنا دلوقتي هنقولها حالا طبعا بس لازم انا اخد على مدار يومي الخضروات الورقية طبعا مهم جدا 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 تمام الرياضة والرياضة هنا انا بكلم على المشي يعني بلاش الاستسهال الرفاهية الزيادة دي من ضمن زيادة من ضمن الاسباب ان السمن عندنا زادت مظبوط هيكر العربية تحت البيت كنا بنطلع سلم بقنا بنطلع في الأسانسير بقنا بنركب العربية كل ده بيخلي في الاخر ايه ان انا المعدلات السمنة زادت على فكرة صحيح ما بيش بعمل حركة كتير مفيش اي حركة كتير خاص تمام هنتكلم النهاردة حريك احنا احنا اتكلمنا على الالياف واتكلمنا على الخضروات ايه ودي مهمة جدا 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 وده اللي بيستا وغفره هدي حيث مثال وحيث هتقوليه صح ولا غلط هو مش دايما احنا لما نروح نشتري اللي هي اللحوم المشويات ايه تبقى مخطوطة على البقدونس بقى طبعا ليه حريك مخطوطة على البقدونس عشب يمتص نسبة كبيرة من الدهون اللي هي البقدونس اللي هي عبارة عن ايه الالياف الالياف احشان كده احنا وفرنا كل ده في بيستا تمام ولما هنيجي نتكلم على البستا كده كمان دقاتين بالتفصيل هنعرف هالبستا ليه علاقة بالواقع ولا لا تمام بلاش حضرتك احنا بالنهاردة دايما لما بنيجي نعمل كبدة وحنا بروض داخلين عليها بنعمل ايه بنروح اصرين عليها نص لمونة خلي بالك المفروض ترسل لنص لمونة احنا نقول لي عشان تكسر طعمها انما مش هو ده السبب الاساسي ايه اللامون فيتامين سي صحيح فيتامين سي بيزود مصاص الحديد والكبدة مصدر اساسي من ايه من مصادر الحديد على فكرة بيستا فيها فيتامين سي والله ما حاجة انتكلم عنه homme قول بوينا بقى مكونات بيستا لما يجد نتكلم على مكوناتوا بيستا حتلاقي في السوق ممكن تلاقي فيه حاجات عبارة عن الياف وحاجات تانية عبارة عن كروميوم ، وحاجات تر practice LEY فيه حاجات فيها الياف دوابه فيه حاجات مش definitely دوابه لما النهاردة انا اقول اجمع كل المكونات دي في مصطح طر واحد يبقى لازم يكون إذا wanting the best اللي هو بستا بست عبارة عن كده بالراحة كده نتكلم على الألياف مجموعة الألياف والألياف دي دوابة وغير دوابة الألياف دي اللي يقبر عن إيه عبارة عن السليم والشوفان دي لهاي الألياف الدوابة وعبارة عن ردة الأمح دي الألياف الغير دوابة طب إيه بقى فادة الألياف الدوابة والألياف الغير دوابة نتكلم على الألياف الدوابة وده اللي احنا في آخر حلقة هنشوفه بسرعة مليئة بقى هنشوف فعلا دي ده حقيقة ولا مش حقيقة الألياف الدوابة دي حقيق بتعمل مادة هلمية المادة العلامية لها حيث عندما تخذيها بتنفش في المعدة فإيه اللي بيحصل عندما تنفش في المعدة؟ بتقلل حجم المعدة صحيح لما بتقلل حجم المعدة يبقى حضرية كمية الأكل اللي بتاخديها هتقل صحيح ومعضلات الشبة هتزيد دي رقم واحد دي رقم اثنين الألياف الغير الدوابة بتنزل من المعدة على الأمعاء صحيح فإيه اللي بيحصل؟ فبتخلي الجسم يتخلص من الفضلات بصورة طبيعية لأنها بتضبط حركة الأمعاء يبقى الإمساك اللي كان بيحصل لي مع الناس اللي بتعمل ضايت ما بقاش موجود وعلى فكرة ده الأستاذ المشاهدين هيلحظوه من أول باقوا بياخدون من بسطة يبقى احنا دلوقتي تكلمنا على ألياف الزوابة الألياف غير الزوابة مش احنا من شوية قلنا البقدونس يبقى الألياف بتعمل ايه بتعمل بتقلل من افصاصي الدهون دهون مصبور على فكرة هم نتكلم عن حقيقة دلوقتي احنا دلوقتي لأن الكلام النظري ليه كلام عملي لما أنا هنا يبقى أنا تحكمت في معدلات الشبع والشهية تاني حاجة أن أنا قللت امتصاص الدهون ده الدهور بتاع الألياف طيب هل بيستة وفت على كده احنا ليه بنقول بيستة زا بيست يعني ليه بيستة هي الأفضل لأن هي مكوناتها هي اللي بتخليها كده نروح بقى المجموعة التانية المجموعة التانية دي عبرها عن ثلاث حاجات حاجة اسمها الكروميوم والكروميوم ده على فكرة هي مادة طبيعية موجودة في الجسم مع مرور الزمن ومع العداد السيئة في الأكل اللي بيحصل المادة دي بتقل المادة دي هي مسؤولة عن أن احنا بنزود معدلات حرق النشويات النشويات هي المادة الأساسية في الكاربوهدريت اللي هي بتمثل 60% من الموجبة الأساسية بتاعتنا تمام الكاربوهدريت 68% فباستا النهاردة الكروميوم والكروميوم فيه تركيز 500 بيلي جرام ده أعلى تركيز موجود في أي مستحضر موجود في السوق المصري أنا عارف أن هناك تقرير معنا خاصة ببستا صح كده والمفترض أن احنا هنعرف عن تجربة تجربة عملية سواء رجال أو سيدات تفاعل النهاردة احنا المطبخ معمل احنا بنهاردة بتكلم حاجة عملية تمام فاحنا عايزين برضو أصدقائنا أو سادة مشاهدين يشاركونا من تجارب ناس حقيقية وبعدها نبدأ نستكمل حادثنا لأن طبعا في تطورات حصلت في الفترة الأخيرة دي بالنسبة لكل الحاجات الخاصة بالسمنة يعني الحاجات صح فخلينا نشوف مع بعض التقرير ونرجع نستكمل مع حضرتك نستكمل مع حضرتك نشوف التقرير خاص بيه تقريبا أستاذ إبراهيم شوف تجربته معنا احكي لنا قصتك مع بستا وإزاي ساعدتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخص كنت أبعني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في أطلع السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحياة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا بستخدم فيستا بالعكس أنا كنت أباكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قلالة بعد ما استخدمت فيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت بستخدم فيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكيني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة أحب أن أنصح الناس أنهم يستخدموا بيستا تجربة حية حقيقية وخصوصا أنها بقت كثير في الشباب كمان ما بقتش بس على كبار السن أو الناس اللي بتبقى بطالة رياضة أو لا ده بقى كمان شباب بتعاني منها ها هيك 27 سنة ألافت نظري 27 سنة بس 27 سنة هي الأكتفتي بتاعته الحركة بتاعته الليلة والصهر بالليل وأكيد في عادات اللي نتكلمنا عنها اللي هي لازم نحافظ عليها بقى يا دكتور حريك من ضمن الحاجات برضو اللي نفوض كنا نقولها برضو أنه لازم أنت تتحضر الأكل والفترات السابتة للأكل حريك زمان كان الغداء الساعة 2 والعشر الساعة 8 والفتار السابعة الساعة 7 وفيدي معايد سابتة مقدسة طب بما أننا بقى بناش في الموعيد دي حكي ولينا بقى استخدامات بيستا صح للشخص يعني إحنا ناخد قد إي منه وفترة قد إيه بقى نوصل لوزن المثال يا دكتور خلينا بس نكمن مكونات بيستا وبعد كده هنتكلم موجود إزاي وناخده إزاي حنا خلصنا الكروميو 50 ميلي جرام والكروميو بدي أنتفقنا اللي هي مسؤولة عن زادة حد النشويات نيجي بعد كده على العمادة تانية اسمعها اللي كارنتين دي اللي فيها التركيزة هنا في بيستا 50 ميلي جرام اللي كارنتين دي هي المسؤولة عن تحرير الدهون في العضلات وبالتالي مصدر لمصدر الطاقة خلي بالك هو في التقرير قال لك إيه قال لك أنا بيستا تحرك بسهولة هو تحرك بسهولة الحاجتين وزنه قال سنين هو بيستا بتبقى مصدر للطاقة طاقة الداخلية لأنه هو حرق دهون داخلية فدته مدته بالطاقة لأن الحاجة التالتة اللي بيستا بتعملها أن هي بتحرق الدهون الداخلية في الجسم مش نحن نتفنى الكروميو بيزود معدلات حرق النشويات ونشد على فكرة بتحول لكلوكوز والكلوز ده بيتحول لدهون نجي لحاجة الأخيرة فيتامين سي فيتامين سي بالإضافة أنه هو ليه دور في المناعة بالإضافة أنه هو مصدر الكولوجين والكولوجين ده مسؤول عن نظارة البشرة فيتامين سي هنا ليه دور في عمليات الحرق بالإضافة أنه هو بيزود من امتصاص الحديد في بعض الأحياني الناس اللي بتعمل ريجيم بتلاقي عندها مشكلة في الحديد سوى كان امتصاص أو اللي هو الأكل بتاعه قال فأنا بقوله لا أنت أي كمية حديد هتاخدها فيتامين سي اللي موجود في البستا هيخليك تمتصح طب غير بقى فيتامين سي يا دور بما أننا تكلمنا عن مكوناته خلينا نقول أن ساعات بيحصل مش بس نقص في الفيتامينس بيحصل شحوب شعر بيقع ضوافر ساعات الواحد بيحس وشه مش هوة يعني حالات خمول وهمدان في الحالة دي بقى احنا بنعمل إيه نحل بقى الموضوع ده مع بيستا لو إحنا خلاص أنا دوتي هاخد بيستا وهمش عليه خلي بالك بس قبل أن أصررت مشكلة حلها بسيط جدا نحلها عندنا طيب قولي الأول إحنا ناخد قد إيه من البيستا بيستا أضحك زي ما عملنا كده إن إحنا بناخد بنحط الباكو على كباية مياه قبل الأكل من نص ساعة لساعة لربح كويس في الأكل ممكن على فكرة الناس اللي بتتغدى كويس وتفطر كويس وتعاشها كويس تاخدوا قبل الأكل بنص ساعة خلي بالك هو من مصادر طبيعية ودي ميزة تانية موجودة في بس ما هدي حاجة كويسة مش حاجات كيميائية أهم حاجة يا دكتور مصادر طبيعية حطتها في صورة بسيطة يبقى هو بيتاخد الباكو قبل الأكل على كباية مياه قبل الأكل بنص ساعة لساعة لربح حسب الوجبات اللي انت بتاكلها بتاكل ما فيش مشكلة تاخد ثلاث مرات في اليوم لو انت بتاكل وجبة واحدة في اليوم تاخدوا قبل الوجبة لأسياء بتاعتك تمام حيث أصدت نقطة هو فعلا أنا بتواجهني مشكلة مع الناس اللي بتعمل أو بتخس الفيتامينات عندها بتقل فأنا بحلولوا هذه المشكلة عبارة عن 13 معادن وفيتامينات اللي مهمة جدا لجسم الإنسان على سبيل المثال فيتامين بي وخلي بقى الحراكة النهاردة سنوية العامة ابتدت مهمة جدا لولدنا في السنوية العامة بسرعة كده في مجموعة فيتامين بي ومن ضمنها بي 12 اللي مهمة جدا لأعصاب كويس يعني أنا أعصاب يعني أنا محتاج كده حيكتب أعصابك كويسة تمام نتكلم على النحاس النحاس بالإضافة أنه هو بيحاسب من عمل الغضة الدراقية فهو بيزود من عاملات التركيز التركيز ده مهمة جدا لطلبة السنوية العامة في المرحلة القاتية صحيح تمام نجي نتكلم على الزينك الزينك بالإضافة أنه هو لي دور في المناعة والذور في الشعر بيعمل إيه حركة الزينك ده بيخلي عندي هدوء وبيشيل من عندي التوتر للناس الذينك عندها بيقل بيبعندها توطر وحتى ما بيطرفش تنام كويس كل ده بينطبق على طلبة السنوية العامة دلوقتي هاي يعني احنا ندعم بيستا مع البي مالتي فيت البي فيتامين سي وفيها الكالسام على فكرة وفيها الكبر تبدي يحصلوا عليه إزاي دكتور ده موجود سواء كان بيستا أو قلبي مالتي فيت دي بنتكلم عن حاجات مصرحة من وزارة الصحة تمام في حيات الجزاء يعني بنتكلم عن حاجة قبل ما بنقولها موجودة في الصيدلية خلاص تمام موجودة في الصيدلية وإعتقد كمان إن احنا فيه أرقام تلفونات قدامنا اللي محتاج بيستا وقلبي مالتي فيت بيتصل أيوة ولو هو قال الصنوية عامة كلمة السياسة روما هيجيوله على طول أكيد يعني من خلال الأرقام دي لكل المحافظات حضراتكم وموجود على فكرة في بعض المراكز التوزيع اللي الصيدلية عرفينها الكبيرة آه آه تمام طيب لو فيه الرقم يا أولاد نزلوه الخاصة بالصيدلة آه مجموعة المتحدة فيه كمان خاصة بحيث أن هما لو لقيتوا حضراتكم الصيدلية اللي موجودة جنب البيت ما فيهاش نقدر السادة الصيدلية يطلبوه من خلال الرقم ده بيؤكد أن هذه الأدوية لها تصريح مزارة الصيدليات موجودة في الصيدليات موجودة في الصيدليات الكبرى موجودة في مشكلة فيها خلاص وحاجة طبيعية وبطعم مستصاغ إحنا قادرين نستوعبه وفي نفس الوقت قادرين ندعم وبعدين المالتي فيتامين ده حاجة مهمة جدا في حياتنا أصبح خلاص ما بقيتش حاجة ترفيهية على الفكرة أنا على المستوى الشخصي كل يوم الصبح بعد الفطار باخد قرس قلبي مالتي فيت ده هاي لأنا جربته بس دكتور كنت في فترة كان كده بس الحمد لله إحنا معنا أهو ده الخاص بكود الخاص بالسيادلة بالضبط الخاص بقلبي مالتي فيت لو حضراتكم طلبتوه من صيدلية قريبة منكم وما لقتهوش متوفر هم يقدروا يتصلوا ويتطلبوا في الصيدلية يعني هو الدواء متكود في المتحدة بالكود ده أيوة بالكود ده نصبوت باشكر حضرتك طبعا يا دكتور لأن يعني مهم فكرة أن الناس تحصل عليه بسهولة ويبقى حاجة موضة في الصيدلية فأنا دخل أنا متطمنة عارفة مكوناته عبارة عن إيو مكتوبة في ظهر العلبة زي ما أنا شفته زي ما حياتك اتكلمت أولا هو غاني فعلا بأعلى نسبة في الزنك هو حالة فهاتنا قربت تخلص اه احنا الوقت طيب عشان الوقت نشوف بأنا شايفة ما شاء الله بدأ احنا اتفقنا أنه هو مجموعة ألياف دي حضرتك بصي ده المادة الهلمية الهلمية لو الكاميرا بس يتقرب لنا ده حريك لما بتاخده قبل الأكل منص ساعة أو ساعة ده بيينفش في معدتك فبالتالي بيخلي احتياجاتك للأكل تقل ومعادلة الشبعة لأ وانا دقته قبل كده هو طعمه طفاح طعمه حلو مستصغل جميب جدا بس طبا احنا هنشربه قبل ما يوصل لكده احنا نشربه وميا احنا بنتكلم ده اللي بيحصل في جسمك أيوه مظبوط يبقى احنا النهاردة كلام النظري حوناه لصورة عملية بس حقيقي فيه سؤال مهم جدا بس هنخليه إجابة للسؤال تطورات العلاج لأن العلاج ده مر مرحل كتير جدا واخرية وصلنا لبس ان شاء الله هادك تبقى معنا في الحلقة جاية وحنبدأ بيبقى لأن حيك يعني بجد الوقت بيعدي معك بسرعة جدا بس عداء يعني بوجود حضرتك اسمحولي اشكر ضيفي لشرفني ونورني في الحلقة النهاردة دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغذية العلاجية نورتني شرفني دكتور وأتمنى يا رب نكون قدرنا نفيد حضرتكم بحاجات طبيعية يعني مؤثقة وموجودة ونقدر نحصل عليها بسهولة شكرا لمتابعة حضرتكم أشكركم شكرا جزيلا وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضرتكم من الحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وسلام عليكم